أعزائي الطلبة أسعد الله أوقاتكم اليوم سوف نتعرف على التكيف بعدما تعرفنا على النظام عندنا البيئي وتعرفنا على الاتذان البيئي في الحصص السابقة اليوم سوف نتعلم مفهوم التكيف ما معنى التكيف التكيف عزيز الطالب هو امتلاك الكائن الحي لصفات تمكن في العيئة من العيش في بيئة معينة إذن هي صفات بتخلي الكائن الحي حتى يستطيع له القدرة على المعيشة في بيئة معينة ونلاحظ عزيز الطالب أن التكيف ينقسم إلى نوعين تكيف تركيبي وتكيف سلوكي والآن لنوضح ما فهم تكيف التركيبي والتكيف السلوكي مع ذكر عن خصائص كل منها أولا التكيف التركيبي ما معنى تكيف تركيبي؟ التكيف التركيبي هو امتلاك الكائن الحي لأعضاء تساعده على بقاء في بيئته يعني الكائن الحي ربنا بيخلق له أعضاء معينة حتى تساعده على البيئة اللي هو موجود فيها مثلا السمكة ربنا أعطاه الخياشيم حتى تستطيع تبادل عنا الغازات الدب القطبي الفرو السميق والطبقة الدهنية اللي تمنع عنه البرد فنلاحظ أنه هي خصائص كمان عنها نلاحظ الطيور المنقار إيش؟ أما هي أهمية المنقار للطيور أهميتها تساعدها على التقاط الحبوب والطعام نلاحظ يا عزيزي الطالب من الأمثلة على التكيف التركيبي أولا نلاحظ بالصورة الأولى الريش والمناقير والمخالب عند الطيور الريش بيدفيها وبساعدها الأجنحة على الطيران المنقار مثل ما حكينا يساعده على التقاط الطعام والمخالب تساعدها على تثبيت نفسها اثنين عزيزي الطالب نلاحظ صورة الدب القطبي الدب القطبي زي ما بنعرف كلنا بيعيش بالمنطقة القطبية وبيكون الفرو أبيض وعنيها سميق ثلاثة عند جسم الإنسيابي والخياشي للسمكة لنتعرف عزيزي الطالب الآن على تكيفات بعض الحيوانات في البيئات مختلفة أول مرة راح نبلج في البيئة الصحراوية كما تعلمون عزيزي الطلبة أن البيئة الصحراوية هي بيئة تمتاز بارتفاع درجات الحرارة شديدة الجفاف وقلة الأمطار وإحنا كنا بنعرف نوع الحيوانات اللي بعيش فيها كنا بنعرف الجمل الجمل أنه لو ربنا مكنوا أعطاه خصائص تركيبية حتى تمكنوا من المعيشة في البيئة الصحراوية نلاحظ عنا الوبر السميك الوبر السميك حتى يحميه من حرارة أشعة الشمس كمان خفوا عريض الخف العريض عنا حتى بيساعدوا على السير على الرمال لأنه كنا بنعرف أنه طبيعة الصحراء رمال كمان عنا سيقانه إذا بتلاحظوا خامس طويلة لماذا؟ حتى تبعدوا عن حرارة الأرض لأنه حرارة الأرض جاء عنا ياها الرمال مرتفعة فتبعدوا عنها كمان عنا أهداب طويلة لماذا أهداب طويلة؟ حتى تساعد عنا ياها تمنع دخول الرمال إلى عينه هاي الصفات عنا ياها للجمل زي ما حكينا يمتلك الأرجل الطويلة وأسبابها الأذن كمان بتكون عنده صغيرة وبيغطيها الشعر برضو لحمايتها من الرمال والخف العريض زي ما حكينا لكم يمنع انغراس القدم برضو يمتلك سنام وهاي خاصية تساعد الجمل على تخزين الطعام والشرب الآن نتعرف على تكيف الحيوانات في البيئة الباردة كما نعلم البيئة الباردة المناطق القطبية عنا ياها بتكون باردة جدا لأنه ما في بيعيش في عقلة من الكائنات الحية اللي بتعيش فيها منها الدب القطبي عنا بدنا نتعرف على الخصائص اللي بتتمكن هذا الدب القطبي من العيش في البيئة الباردة أولا زي ما حكينا لكم يغطي جسمه وقدميه فرع هاي بتساعدوا على التدفع كمعان بيوجد في عنده طبقة دهنية تحت الجلد هاي بتعمل على احتفاظ جسم بحرارته الآن الى الحيوانات اللي بتعيش في البيئة المائية البيئة المائية زي ما بنعرف البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات بتعيش فيها الأسماك عنا ياها وتمتاز الأسماك بعدد من الخصاص أول ما زي ما حكينا لكم قبل شوي شكلها الإنسيابي حتى بساعدها على السباحة والزعانف برضو بتساعدها على السباحة وتحديد التجاحة الخياشيم زي ما بتلاحظوا موجودة عن طرفين الراس بتساعدها على التنفس حيث بتعمل على تبادل الغازات الذائبة في الماء الآن نتعرف على بعض النباتات تعرفنا قبل شوي على الحيوانات نتعرف على النباتات وأهمها النباتات اللي بتعيش في البيئة الصحراوية ومن أهمها نبات الصبار نلاحظ نبات الصبار الزاق تحولت أوراقه إلى أشواك لماذا تحولت الأوراق إلى أشواك من أجل تقليل عملية تبخر الماء الآن تعرفنا على التكيف التركيبي عن نياها وخصائصه والأمثل عليه لنتعرف على التكيف السلوكي ما هو ما المقصود بالسلوك هي سلوكيات يقوم بها الحيوان استجابة لظروف بيئية محيطة فيه مثلا معنا التكيف السلوكي هو التغير في سلوك الكائن الحي واستجابة للظروف البيئية نلاحظ كما نلاحظ في الأشكال عن نياها الطيور دائما نرى في السماء في نهاية فصل الخريف أسراب من الطيور تكون في السماء لماذا تكون على شكل أسراب لأنها تهاجر من منطقة إلى منطقة أخرى لماذا تهاجر الطيور؟ من أجل البحث عن الدفع والبحث عن الغذاء كما تعلمون عزائي الطلبة عن نياها صورة الحرباء فنلاحظ أن الحرباء تغير لونها من شكل إلى آخر حتى تحمي نفسها من الأعداء أيضاً كمان إذا بتلاحظوا أن الأفاعي في فصل الشتاء تختفي تختفي لماذا؟ لأنه بيكون بارد لكن تظهر في فصل الشتاء الصيف لبكون دافي وشفي أشععات حرارة الشخص كمان بعض الحيوانات مثل الثيران إذا بتلاحظوها على التلفاز تعمل علىها حول نفسها دائرة لماذا تعمل الدائرة؟ من أجل الدفاع عن نفسها الآن عزيزي الطالب بعد الانتباه للدرس والتدوين الملاحظات المهمة قم بحل صفحة 85 من الكتاب المدرسي وأقوم تعلمي وأتأمل فيه صفحة 86 و87